اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او بعد ما يكون عندنا صورة جاهزة احنا مصورينها سابقا نفتح برنامج سكرينر رح نيجي نكبس على هاي العلامة بعدين من هون بنختار الفريمز اللي احنا بدنا اياهم او النماذج اللي احنا بدنا اياهم او الاطارات اللي احنا بدنا اياهم مثلا خليها 3D خلينا نشوف شو فيه بال3D زي ما انت شايف هاي اشكال 3D نختار الاشي اللي احنا بدنا اياهم مثلا نكسوس 5X نكبس هون على علامة الزائد بعدين منختار من وين بدنا نجيب الصورة نختار مثلا الجالوري او الاستوديو زي ما انت شايف تم اضافة الصورة على البرنامج او على الاطار بشكل 3D او ثلاث الابعاد وبإمكانك من هون من الاسفل كمان تحدد الاضاءة زي ما انت شايف بإمكانك تخليه مضوي على التليفون او مطفي وهون كمان شو بإمكاننا نعمل بإمكانك تعمله ظل او تشيل الظل وفي هون كمان اعدادات بإمكانك تغيرها داخل الصورة بترك لك إياها عشان تكتشفها انت نرجع نشوف قالب اخر اطار اخر مثلا خلينا نشوف المنمال HTC1M9 كمثال زي ما انت شايف تم اضافة الصورة في عندك كمان اشي هون اللي هو الفلات تم اضافة الصورة بكل بساطة وسهولة بعدين منكبس هون على علامة هاي نعملها سيف او شير بإمكانك تعمل شير مشاركة نعمل سيف زي ما انت شايف صار في عندك فولدر اسمه سكرينر بنفتحه وهي الصورة موجودة بإمكانك تسحبها وتعدلها على الفوتوشوب اذا حابب او بإمكانك تنشرها بالشكل اللي هي فيه حسب انت شو ما بدك طبعا هالإطار مش حلو في إطارات أحلى ولكن هذا كان فقط للتجربة على كلين أصدقائي حبيت ان اشرح لكم البرنامج لانه شفته جميل ومفيد بالنسبة لي فحبيت ان افيدكم فيه لانه بحب افيد الكل فاذا عجبك البرنامج او عجبك الشرح ياريت انك تقيمنا من خلال الضغط على لايك او ديس لايك واذا حبيت انك تدعمنا ياريت انك تشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فيها وتضيف الفيديو على المفضلة وتنشره عشان الكل يستفيد من هالبرنامج واذا كان في عندك اي سؤال اي استفسار اي اختراح بإمكانك تسأل تستفسر تقترح تحت الفيديو بالتعليقات او من خلال صفحتي على الفيسبوك رابط الصفحة موجود تحت الفيديو بالوصف لا تنسى تعملها لايك لو سمحت وتعمل دعوة لأصدقائك حتى يعملوا لها لايك وصار لازم انهي الفيديو شكرا لمشاهدتكم ويعطيكم الف عافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking World السلام عليكم ورحمة الله وبركاته